تخيل حضرتك ان الناس دي او مجموعة الاعضاء مجلس ادارة الاتحاد ورئيس الاتحاد والمجموعة اللي موجودة كلهم بيفكروا بهذا الشكل اقولك في الاخر اصلحنا هناك بعض الاخبار اللي من الصبح لغاية دلوقتي بتتقال ان هم هيقدموا استقلتهم هذا الخبر غير صحيح دي معلومة يا فندم اللي انا بقوله ده معلومة لن يتقدم احد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالة قولا واحدا محدش بيفكر في هذا الامر الفترة الوحيدة اللي فكر فيها بركات وحزم امام فكر فيها بعد وجود كابتن اهاب جلال مدير فني لان هم كانوا عايزين اجنابي بعد كده قالك لا احنا هنبقى موجودين وهندعم غير كده لم يفكر احد في ان يكون مستقيل من الاتحاد انا بقول لحضراتكم حتى هذه اللحظة ممكن بعد عشر دقيق حد يطلع يقول للعكس لكن انا بقول لحضرتك كل الحاجات يعني في بعض الصفحات موجودة محمد بركات يعني بيتقال ان هو عامل صفحات كتيرة جدا باسمه هذه الصفحات غير صحيحة وغير رسمية حزم امام الصفحات اللي موجودة غير صحيحة وغير رسمية حتى هذه اللحظة لا يوجد اي تفكير من اي حد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد هذه الفضيحة الكروية الفنية وبعد طريقة العشوائية في اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني وبعد ما تم من او خلينا انا مش عايز اتكلم في موضوع الاهلي عشان هناك لجنة هتتعمل ملاحظات على اتحاد كرة القدم هتتعمل عليه ملاحظات من خلال هذه اللجنة اللي تم تكونها من السيد الوزير وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحي وبالتالي انا مش هستتكلم في هذا الامر اللي هي لجنة عدم الشفافية والفساد بناء على التقرير اللي طالع من الوزارة فاللي بقوله لحضراتكم ان اتحاد كرة القدم لا يفكر في ان هو يستقيل زي ما قالي الأستاذ جمال علام مع الأستاذ أحمد موسي قالك أنا استقيل لي هو أنا عملت حاجة هو شايف انه هو ما عملش حاجة عدم وقفته مع النادي الاهلي ده مش مشكلة لا عادي يعني ايه المشكلة لا بالعجس انا كنت واقف وحوريكم بقى مين اللي حيكون اللي حيكون مخبي الجواب واللي مخبي الجواب ده يبقى لو هو مثلا طلع موظف في الاتحاد نمشيه ونقول اصلا هو ده اللي كان مخبي وما قلناش على الرغم من رئيس الاتحاد نفسه هو اللي ماضي على الجواب اللي راح للوزارة يوم 14-14 اللي المفروض كان يوم 28-22 او قبل 28-22 يكون الاتحاد المصري يبعد جوابه لكن كل ده ما حصلش كل ده ما حصلش فكل الانباء اللي بتتردد ان يكون ان اتحاد الكرة اتحاد كرة القدم المصري ينوي ينوي ان هو يستقيل هذه الانباء غير صحيحة الناس المجموعة اللي موجودة الأستاذ جمال علام والأستاذ خالد الدرندالي وبقية المجموعة اللي موجودة معهم متمسكين بموقفهم وبيقولوا ان احنا مش عاملين حاجة غلط بالعكس احنا مجلس منتخب بينتخبنا الجامعية الأمومية احنا مش لجنة وبالتالي فيش حد بيفكر فيه الانسحاب من المشهد وترك المشهد بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر